مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون الأجواء ما بين معتدلة إلى لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر أيضا هناك نشاط للرياح الشرقية يوم الأحد وأيضا هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء تؤدي إلى ظهور السحب وصقود زخات متفرقة من مطر مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون أيام الأحد والإثنين وحتى ظهر يوم الثلاثاء أعلى من معدلاتها بشكل واضح لكن بعد يوم الثلاثاء درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى أما الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء تميل إلى البرود درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة أيام الأحد والإثنين أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا وما بين مشمسة وتظهر بعض السحب أحيانا خاصة يوم الثنين على ارتفاعات مختلفة العظمى المتوقعة يوم الأحد 2021 والصغرى بحدود 13 ويوم الثنين العظمى المتوقعة بحدود 22 والصغرى 14 درجة مئوية يوم الثلاثة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة في ساعات الظهيرة ومع بعض الظهر والمساء والليل وحتى صباح يوم الأربعة وتبدأ درجات الحرارة أيضا يوم الثلاثة خاصة في فترة مع بعض الظهر بالانخفاض التدريجي وصورة 12 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية أجواء مشمسة معتدلة نهارا تميل للبرود ليلا اربط 23-16 عجلون 22-15 المفرق 10 جرش 22-13 درجة مئوية المنطقة الوسطى عمان 20-13 البلقاء 22-14 ومأدبة 22-13 البحر الميت 30-21 والزرقاء 22-10 أما المنطقة الجنوبية الكرك 23-15 الطفيلي 23-17 الشراه 21-14 إمعان 23-12 وخليج العقبة 30 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء معتدلة نهارا تميل للبرود ليلا الأزرق 23-10 والصفاوي 23-8 الرويش 23-9 وأيضا تنشط الرياح الشرقي تكون مثيرة للغبار والأتربي خاصة في المناطق الشرقية مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري